قضية ارتباط البككة والحجد الشعبي الحجد الشعبي قوات نظامية ارتبطت بالقائد العام للقوات المسلحة وهي قوات حكومية منظمة ولا اسمها معلومة وترتبط فقط بالقيادة العامة وهذا ما أراده السيد السوداني قبل تشكيل الحكومة أن ترتبط قيادات الحجد الشعبي مع القائد العام للقوات المسلحة وهي جزء أساسي من القوات المسلحة لذلك أي ارتباط ليس هناك ارتباط بين البككة والحجد الشعبي أكون ملاحظة جداً مهمة السيد الأردوغان طلب من الحكومة العراقية أن تعلن أن البككة منظمة إرهابية وفعلاً تم ذلك تم إعلان أن الحكومة العراقية أعلنت أن البككة منظمة إرهابية وهي تهدد أمن التركي لذلك عندما يعلن أن المنظمة هذه تركيا إرهابية فبالتأكيد سوف يترتب عليها قوانين وقضايا مهمة جداً من قبل الحكومة العراقية قلت إلى أنه أستاذ سعدي قلت إلى أنه موك رتباط بين الحشد وبين يعني ربما البككي لكن نسأل على اللواء الثمانين أو المتواجدين في سنجار هذول بأي خانة أنا أخليهم على سبيل المثال الحشد الشعبي متواجد في محافظة صلاح الدين ليس الآن منذ تحريص العفو الموسل نعم نعم العفو الموسل الموسل منذ تحريرها إلى اليوم هناك بعض القطاعات اللي هي من جزء من الحشد الشعبي هي مناطق محددة مثل تلحفر مثل السنجار أكو مناطق باعته رخوة من جانب الإرهاب ورخوة من جانب النزاعات السياسية لذلك موجود الحشد الشعبي اللي حماية بعض الفئات بعض المكونات بعض لكن هو تحت سؤالي واضح أنا ماذا يتعلق سؤالي بالحشد الشعبي المعروف قوات الحشد الشعبي اللي قاتلت اللي دافعت أنا ما أجد أنا جد على اللواء واحد اللي هو متواجد فيه سنجار واللي عليه يعني الإشكال والتقارير اللي تتحدث إلى أنه عنده ارتباط هو يعني بالشكل تابع للحشد لكن باطنيا هو مع البككة أو أساسه مع البككة عايش نوم لا أنا أقولت يعني اللواء الثمانية عندما أتحدث عن الحشد الشعبي يعني معنى اللواء هو جزء من الحشد الشعبي لذلك صدقني أستاذ عدي أي تحرك للقطاعات الحشد الشعبي تتم بعلم القائد العام للقوات المسلحة وهناك هيئة أركان يسمها هيئة أركان الحشد الشعبي لذلك يعني وجودها وجود غضاء قانوني يعني تحت غضاء قانوني و وهذا يسبب بنا إشكال مع تركيا هذا يسبب بنا إشكال ويوقف يعني حتى هذا التحليل عن ربما بعض القطاعات بالتالي إذا كان هو جزء من الحشد الشعبي لعى ل survived ليش تركيا تقصف الحشد الشعبي لا ترى وجود الأزمة التركية بسبب وجود البككة يعني ترى ليست بوجود هي هذه اللي تدعي أو تشمر الأتراك يشمرون مبررات لوجود هذه القوات بداية الشهر تم استهداف قائد هذا اللواء اللي هو شيرزاد قيراني على ما أعتقد نعم هل نصنفه إلى أن تركيا استهدفت الحج الشعبي لو استهدفت مثلا البككة لو شنو حتى أنتقل لا المحاضي المنظمة الإرهابية البككة هي استهدفت ما ممكن وإن كان هناك بعض يعني شاهدنا أنه كيف يكون هناك قصف لبعض المناطق في شمال الموصل شفناه للشواخ كيف تم قصفهم لكن مو معنى أنه هو الأتراك قصفه للمناطق هاي لا بالتأكيد هذه العصابات يعني لحدنا هي ليست تحت رقابة تسرح وتمرح في مناطق محددة وتحت مناطق متنازعة